اشتركوا في القناة جرت بقيادة الناخب الوطني جمال بالماضي وبحضور كل اللاعبين كما جرت الحصة وسط ظروف ممتازة كانت ظاهرة على وجوه اللاعبين والتقم الفني الحصة جرت كذلك وسط تركيز عال كون المباراة المقبلة مصيرية في مشوار تأهل المحاربين إلى الدور القادم هذا وسبق الحصة التدريبية المنتخبة الوطن منطقة مختلطة للعبين الذين أجمعوا كلهم على أهمية اللقاء ونبديل عن تحقيق الفوز أمام منتخب بوركينافاسو من أجل بلوغ المباراة الفاصلة المؤهلة لموديل قطر 2022 نتابع تصريحات في ميكروفون الزميلانو سيبا قرباج إن شاء الله لإنشاء الله لإنشاء الله لإنشاء الله الفرصة من أجل الحديث مع مسؤولي الصينيانا حيث عمل على تقديم بعض الملاحظات له من جهته علمت قناة جلد زاد الإلكترونية من مصادرها الخاصة أن منتخب بوركينافاسو يصل غدا صباحا في حدود الساعة التاسعة والنصف إلى مطار هواري بومديان الدولي ويعسكر بفندق السوفيتال كما سيجري عشية الغد حصة تدريبية على أرضية ملعب مصطفى تشاكر في حدود الساعة الخامسة توقيت مباراة التي تلعب بعد غد الثلاثاء من جهته أكد قائد منتخب بوركينافاسو يوسف دايو في وقت سابق أن قدومهم إلى البوليدك جاء من أجل تحقيق الفوز وفقط نتابع في موضوع آخر أودعت وزارة الشباب والرياضة شكو لدى المصالحي المختصة بعد اكتشاف المتاجرة بتذكر مزورة لمباراة الخضر وبوركينافاسو ونشرت الوزارة في بيان أوضحت من خلاله أنه ورغم الإجراءات الصارمة المتخذة اكتشفت متاجرة غير شرعية بتذكر مباراة الخضر وبوركينافاسو كما أوضح ذات البيان قيام الطلاف بعادة بيع هذه التذكر وأخرى مزورة بطريقة غير قانونية عبر التراب الوطني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في الختام كرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني وقام عضو المكتب الفيدرالي حاكم الدان ورشيد أكالي بتكريم رئيس اتحاد شمال إفريقيا للعبة التكريم هذا جاء في تونس على هامش مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 20 عام في بطولة اتحاد شمال إفريقيا يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عام انهزم ضمن هذه البطولة أمام كل من تونس مصر فيما حقق فوز وحيد أمام منتخبي ليبيا بهذا الخبر مشاهدين نصل وياكم إلى ختام هذا الموجز الرياضي نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة ترجمة نانسي قنقر